اشتركوا في القناة ازعج الزوج وقال غاضبا من ذا الذي يأتي في هذه الساعة قامت الزوجة وبقفت خلف الباب وقالت من بالباب فأجابها الصوت من خلف الباب سائل يريد بعض الطعام عادت الزوجة إلى زوجها وقالت له سائل يريد بعض الطعام فغضب الزوج وقال أهذا الذي يزعج راحتنا ونحن في ليلة زفافنا الأولى خرج الزوج إلى الرجل وضربه ضربا مبرحا ثم طرده شر طرده ثم خرج الرجل وهو لا يزال على جوعه والجروح تملأ روحه وجسده وكرامته بينما عاد الزوج إلى عروسه وهو في ضيق شديد من ذلك الذي قضع عليه متعة الجلوس مع زوجته وفجأة أصابه شيء يشبه المس وضاقت عليه الدنيا بما رحبت فخرج من منزله وهو يصرخ وترك زوجته التي أصابها الرعب من منظر زوجها الذي فارقها في ليلة زفافها ولأنها مشيئة الله فقد صبرت الزوجة واحتسبت الأجر عند الله تعالى وبقيت على حالها لمدة خمسة عشر عاما وبعد هذه المدة وتلك الحادثة تقدم شخص مسلم لخطبة تلك المرأة فوافقت عليه وتم الزواج وفي ليلة الزفاف الأولى اجتمع الزوجان على مائدة العشاء وفجأة سمع الاثنان صوت الباب يقرع فقال الزوج لزوجته اذهب وافتح الباب قامت الزوجة ووقفت خلف الباب ثم سألت من بالباب فرد من خلف الباب قائلا سائل يريد بعض الطعام فرجعت إلى زوجها وأخبرته بما يريد السائل فرفع الزوج المائدة بيديه وقال لزوجته خذي له كل الطعام ودعيه يأكل إلى أن يشبع وما بقي من طعام فسنأكله نحن ذهبت الزوجة وقدمت الطعام للرجل ثم عادت إلى زوجها وهي تبكي فسألها ماذا بك؟ لما تبكين؟ ماذا حدث؟ هل أخطأ السائل في حقك؟ فأجابته والدموع تفيض من عينها لا ولكن هذا الرجل الذي يجلس على بابك ويأكل من طعامك كان زوجا لي قبل خمسة عشر عاما وفي ليلة زفافي منه طرق سائل بابنا فخرج زوجي وضرب الرجل ضربا موجعا ثم طرده ثم عاد إلي متهجما ضائق الصدر ثم أظنه جن أو أصابه مس من الشياطين فخرج هائما لا يدري أين يذهب ولم أره بعدها إلا اليوم وهو يسأل الناس فانفجر زوجها باكيا فقالت له ما يبكيك؟ فقال لها أتعرفين من هو ذاك الرجل الذي ضربه زوجك؟ إنه أنا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير كان أبو نصر الصياد يعيش مع زوجته وابنه في فقر شديد وفي يوم مشى في الطريق حزينا لأن زوجته وابنه يبكيان من شدة الجوع فمر على أحد كبار التابعين وهو أحمد بن مسكين وقال له أنا متعب يا شيخنا فقال له ابن مسكين لا تتحدث كثيرا واتبعني إلى البحر فلما ذهب قال له ابن مسكين صل ركعتين وقرأ ما تيسر من كلام الله ثم قل بسم الله وارمي شبكتك نفذ أبو نصر ما طلبه الشيخ ثم رمى الشبكة فخرجت بعد دقائق قليلة بسمكة عظيمة لم يرى مثلها من قبل فقال له ابن مسكين اذهب وبعها واشتري بثمنها طعاما لأهلك فذهب أبو نصر وباعها واشترى بثمنها فطيرتين إحداهما باللحم والأخرى بالحلوى وفي الطريق إلى بيته قابل امرأة تبكي من الجوع ومعها طفلها فنظر إلى الفطيرتين اللتين في يده فسأل أبو نصر نفسه هذه المرأة وابنها مثل زوجتي وابني يتدوران جوعا فلمن أعطي الفطيرتين ونظر إلى عيني المرأة فلم يحتمل رؤية الدموع فيها فقال لها خذ هاتين الفطيرتين لك ولولدك ابتهج وجه المرأة وتغير حالها وابتسم ابنها فرحا وعاد أبو نصر يحمل الهم فكيف سيطعم امرأته وابنه وخلال سيره سامع رجلا ينادي من يدلني على أبو نصر الصياد فقال أبو نصر للرجل أنا من تسأل عنه ما طلبك فقال له الرجل إن أباك أقرضني مالا منذ عشرين سنة ثم مات ولقد بحثت عنه كثيرا ولم أعثر عليه والحمد لله الذي أعثرني عليك خذ يا بني ثلاثين ألف درهم مال أبيك تحول أبو نصر الصياد في لحظة إلى الغنى بعد الفقر وصارت عنده بيوت وتجارة وصار يتصدق بالألف درهم في المرة الواحدة ليشكر الله فلما أصبح كثير الصدقة أعجبته نفسه فرأى رؤيا في المنام حكى عنها بعد ذلك لابن مسكين فقد رأى أن الميزان قد وضع وهناك مناد ينادي أبو نصر الصياد هلم لوزن حسناتك وسيئاتك فوضعت حسناته ووضعت سيئاته فرجحت السيئات فقال أبو نصر والخوف يملأ قلبه أين الأموال التي تصدقت بها فوضعت الأموال فإذا تحت كل ألف درهم إعجاب بنفس فتبدو الدراهم وكأنها لفافة من القطن لا تساوي شيئا ورجحت السيئات فأخذ أبو نصر يبكي وهو يسأل من نجا؟ من نجا؟ فسمع المنادي يقول للملك هل بقي له من شيء؟ فقال الملك نعم بقي له فطيرتان فتوضع الفطيرتان في كفة الحسنات فتهبط كفة الحسنات حتى تساوت مع كفة السيئات فخاف وسمع المنادي يقول هل بقي له من شيء؟ فقال الملك بقي له شيء فسأل أبو نصر ما هو؟ فقيل له دموع المرأة حين أعطيت لها الفطيرتين فوضعت الدموع فإذا بها كحجر فثقلت كفة الحسنات ففرح أبو نصر ثم سمع المنادي يقول هل بقي له من شيء؟ فقيل نعم ابتسامة الطفل الصغير حين أعطيت له الفطيرتين فرجحت كفة الحسنات ثم سمع المنادي يقول رجحت كفة الحسنات لقد نجا لقد نجا استيقظ أبو نصر من النوم يبتسم ويقول لو أطعمنا أنفسنا هذا لما خرجت السمكة ففعل الخير أيها المؤمن ولا تخف من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور قبل أذان الفجر بنصف ساعة فوجئ أحد الصيادرة وهو داخل الصيدلية بواحد من الناس يطرق الباب بقوة وعندما فتح الباب فإذا بشاب في الثلاثين من عمره ملابسه تنم عن بساطة شديدة يصرخ ويقول أغذني يا دكتور زوجتي تجلس بالتوكتوك أمام صيدلية وفي حالة وضع فقال له الصيدلي أنا صيدلي وهي تحتاج لطبيب نساء وولادة فتوسل الشاب إليه وقبل يده وهو يبكي قائلا إنها تلد وحالتها خطرة ولم تقبلني أي مستشفى خاصة لعدم وجود المبلغ المطلوب معي وتحت ضغط الإلحاح الشديد وحالة السيدة أخذ الصيدلي المشرة وأدوات الغيار المعتادة في الصيدلية وذهب إلى السيدة فوجد أن الجنين نصف رأسه قد خرج فقام بإخراج الطفلة وقطع الحبل السري وأعاد التنفس للطفلة وتعامل مع الحبل السري ثم أخرج المشيمة في ظلام حالك لم يقطعه سوى ضوء خافت من كشاف الهاتف المحمول ولم يستغرق الأمر سوى عشر دقائق ثم عاد الصيدلي إلى الصيدلية وبعد نصف ساعة وهو يتوضأ لصلاة الفجر فوجئ بالشاب يعود إليه بعد أن قام بتوصيل زوجته وطفلته إلى البيت يطرق باب الصيدلية ويشكر الصيدلي ويقدم له ثلاثمائة جنيه هي كل ما يمتلك فرفض الصيدلي أخذها وابتسم قائلا له هذا المبلغ هدية مني للمولودة الجميلة فبكى الشاب واحتضر الصيدلي وعاد لبيته كما عاد الصيدلي لبيته وقص لزوجته ما حدث بعدما دهشت من كمية الدماء على ملابسه البيضاء وزادت أسئلتها وبعد عام من ذلك الحدث كانت زوجة الصيدلي حاملا فأخبرتها طبيبة النساء أن وضع الطفلة بالجنب وأنه لابد من الولادة القيصرية وأن الطفلة ضعيفة جدا وهناك خطر على حياتها وستحتاج إلى حضانة قد تمتد لإسبوعين أو أكثر أخذ الصيدلي زوجته لأربعة أطباء فأقر بما سبق وأن الولادة لابد أن تكون خلال يومين وإلا سوف تكون هناك خطورة على حياة الأم والطفلة ذهب الصيدلي إلى الصيدلية التي يعمل بها محاولا توفير سيولة كافية فلم يستطع في ذلك الوقت توفير المبلغ الكافي للولادة والحضانة وأثناء حيرته فوجئ باتصال بعد ساعة من المنزل احضر حالا زوجتك تعاني من إعياء شديد فأخذها الصيدلي إلى دكتورة النساء التي أخبرته باستحالة الولادة الطبيعية ولابد من القيصرية عندما كشفت عليها تعجبت بشدة وأخبرته أن نصف رأس الطفلة قد خرجت بالفعل تماما مثلما كانت نصف رأس الطفلة مع السيدة داخل التوكتوك هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان وقد تمت الولادة طبيعيا بمساعدة الصيدلي ولم يستغرق الأمر أكثر من عشر دقائق وكانت المفاجأة الأكبر أن الطفلة بحالة جيدة جدا ولا تحتاج إلى أي علاج سوى قطرة بخمسة جنيهات وسط ذهول الطبيبة عند ذلك علم الصيدلي المعنى الحقيقي لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخن واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى اتصلت سيدة عجوز ببنك الطعام تطلب حضور مندوب لاستلام خمسة بطاطين تبرع منها لصالح ضحايا السيول وتركت عنوانها بالتفصيل وصل مندوب البنك بصعوبة بالغة إلى مكان إقامة السيدة العجوز فوجدها عجوزا أكثر مما تصور هزيلة أكثر من أي توقع بسيطة أقل من أي فقير تسكن غرفة صغيرة تحت بئر سلم واستقبلت موظف البنك باشتياق شخص يبحث عن ضوء في عتمة أصرت على أن تعد له واجب ضيافة وهو كوب من الشاي كان الموظف الشاب يشرب الشاي وهو يراقب عروق وجهها تنتفض وهي تحكيم فعلا وكان مندهشا تصرخ في وجع لا تتعجب نعم أنا فقيرة لكن هناك منهم أفقر مني أنا أحصل على معاش زوجي المتوفي رحمة الله عليه ثلاثمائة جنيه اشتريت بمائتين وخمسين هذه البطاطين وسيدبر الله الأمر حتى آخر الشهر من خمسين المتبقية غرفة لا تتسع أكثر من شخصين سرير صغير يتحمل بصعوبة جسدها النحيل لمبة في السقف وتلفاز بإريال معلق على شباك المنور تلفون جوال قديم يبدو أنه نافذتها الوحيدة مع الحياء وابتسامة دافئة كبيرة تكشف عن زمن بعيد لم تعرف فيه أبعد من هذه الغرفة ومن هذا المكان قال الموظف لكن يا حج كريمة أنت أولى بحق الخمس بطاطين فقالت له يا بني ما شاهدته في التلفاز يمزق القلب ناس عارية ملقات في الشوارع من غير بيت ولا غطاء أنا سترني الله في غرفة أغلق بابها علي وأنام في دفئها هم ليس عندهم غرفة ولا باب ذهب الموظف بأغلى خمس بطاطين إلى مقر بنك الطعام وحكى لهم ودموع كثيرة في عينيه قصة الحاجة كريمة كرمها الله وكبرياؤها وكلماتها البريئة الحقيقية هذه السيدة التي لا تخاف الفقر ولا الجوع ولا البرد ولا المرض ولا الموت تحب الله وتعيش في أمانه اقترح زملائه أن يقدموا معاشا شهريا معونة عاجلة البحث عن شقة صغيرة لها سرير أكبر ثلاجة بها طعام لكن موظف البنك الذي ذهب لها قال لهم بثقة من عرفها عن قرب إنها سترفض كل شيء ولكن بعد إلحاح أصحابه بأن يذهبوا لها بشقة صغيرة وثلاجة وسرير أكبر وافق على اقتراحاتهم وبعدما جهزوا لها كل الأشياء ذهبوا إليها فلم يجدوها وعندما سألوا عنها وجدوها قد ماتت وكان هذا التبرع الكريم حسن الخاتمة لها لتلقى الله عز وجل بهذا الكرم العظيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور